صباح الخير عليكم ومحبابيكم في نهار جديد ما قتلوهم ودفنوهم معا بشي خدموه بلاصفين غيب يا الخوت أنا وصلت بالبيراميد اللي تخسر كدحو بيوم يعني هي اللي خسرتي غالية تقديدها بصح صباح الخير عليكم ومحبابيكم في نهار جديد معنا أنا يالله الصباح هذا ما زال في جزائر الاوتيلة اللي خلتوني فيها في الفيديو اللي فات اليوم درنا تشيكاوت من اللوطير وغالين بحلاتنا ومحبابيكم في هندوراس دابا تقريبا نستطيع الصلاح كما تشوفوا كما تشوفوا الشمس يلا كاتشرق ودابا غالي يمشي باش ناخد الفيري باش نرجع كما قدل لكم الماين لاند مهم بقوا معا حتى نرجعوا الماين لاد ومتما كنا نمشيوا لواحد البلاصة اللي تقريبا بعيدة على البرت تقريبا بواحد سبعة ثلاثمائة سوائع بالطنوبين مهم يلا بقوا معايا حتى نوصلوا لهذا البلاصة سوف تكون فيها غير الآثار ان شاء الله هذه المايا موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى البارح كنت في جزيرة دير أوتيلة ومن جزيرة دير أوتيلة اخذت ثانية الفيري وبشيت اللاصايبين هي واحدة المدينة كانت في أوندوراس ومتما كنت اخذت جوجي للطوبيسات لم يكن نوصل لهذا المدينة اللي اسمتها كوبان هذه المدينة تقريبا جاءت في الحدود مع قواطم مهم هذه البلاصة مشهورة بالأثار دير المايا سوف نرى هذا البلاصة مهمة الخط سوف نقول لكم واحدة المعلومة الصغيرة على حسب هذا الكنك والمالك الذي ترى معي هو هذا هذا المالك تدفن في البلاصة هنا هنا يدفنوه ومن يبقوا يدفنوه يدفنوا معه تقربا عشرين المحاربين يدفنوه ودفنوه معه يدفنوه في المامات يدفنوه ويدفنوه لتدفنوه يدفنوه ويدفنوه ويدفنوه نكمل طريقي ويبنتل إليه ونشارك معكم مهمة الخط نحن ندخل نشاريه وليتيكي ويهدفن هذا هو الثمن هذا هو الثمن هناك كانت عشرين ومستاشة وعشره يعني نشوفه هذا يعني هذا يدفن عشرين هذا يدفن عشرين وعشره ندخلوه ونتعرفوه ونشوفوه بالكاميرا وانتعرفوه ويلا تلقوه معي داخليه ايه الخط انا وصلت بالميوزيم اللي غادي نشوفه فيه هاديك تصوى هذا هادي يدخل وانتعرفوه 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 هذا المسحف وانتعرفوه في هذا البلسة كاملة اه كما كشفوا معي الخط هدا هو اللي بغينا نشوفه في هاد الميوزيم تقريبا هدا هو من احسن والتيمبوز اللي يبقى تحت الان في الوقت ديال الميوز يعني يبقى بال بلي كولور دياله كما كشفوه يعني حد الان تل هاد الوقت يتقردنا سنين وسنين وأهواء ومئات السنين بالالوان دياله اللي هم لونهم وفي نص الوقت ما زال بالاشكال ديال ديال كينكسة والمولوكة والالهة ديال المايا كما تشوفوا هدا ما نلقاهوش كنا شبنا ديالكواطيمال وشبنا ديال المكسيك هدا في القواطيمال ومكسيك ما كاينش بحل هدا هدا الوحيد اللي كاين يعني في العالم ديال المايا كامل وكاين غير هدا في اه في قندوراس ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 انا خرج من موسيقى المتحفة في هذه المعبد موسيقى وحاجة محافظة تقريبا ألف وسمية وحاجة موسيقى 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 ولكنه موسيقى بسبب الاتفاة ولمشاهدة موسيقى انا سنقوم بذلك موسيقى وموسيقى مرحبا مرحبا هل أنت من هنا؟ أين أنت من؟ أنا من ماروكو ولكننا نيب في إسفانيا شكرا شكرا دخلت المباني والأهرامات المباني أهرامات كبيرة ولكن كما أرى هذه الفريقة التي تماكنها بصراحة كان غير هنا في أوندوراس بصراحة وعين مزافة الكولور اللي فيهم وعين مزاف يا أخوت كما أرى معي هذا الفرق هذا سمتهم كما أرى كما أرى هنا يعيشون هنا بشي قد يجوا هنا بشي توليس يقدروا تماكن يلعبوا معهم ويتصوروا معهم وعين مزافة هناك الكولور كما تشاهدون في الكاميرا هذا الكولور اللي فيهم هو نفس الكولور اللي شاهدنا في المعبد شاهدنا قبيلة كما تشاهدون في الكولور ولا يموشي حاجة أصداع دي الله أبداعنا نصور فيهم نصور فيهم نريح معهم ونشوفهم وغيرين نتأمل فيهم صراحة سبحان الخارق وسبحان الله صراحة مهم نحاولوا نكملوا نحاولوا نكملوا الطرق دي عنا باش مشونا نشوفوا الأهرامات اللي كاين نتبعين أهرامات صغيرة وليكن هما دي الله احنا ماكيش أهرامات اللي بغيرين مكبارين مثل مكسيك ولا بحل القواطمالة كين أهرامات وكان صغيرين شوين قد نطلعوا اليوم وكيبالي واحد من دبا من الهاني شام انفاس معي احنا مشوه ونشوفهم يا الخوت أنا وصل لتبع البيراميد البيراميد ماكبارش بزلت كما كتشوفوا معي صغير شوفيا نقضي نطلع عليهم لفوق ما عندناش المشكلة نقضي نطلع عليهم فلط ماكيش المشكلة جاه اه ماشي بحل دي بيراميد اللي شيفنا في قواطمالة ممكش نطلع عليهم من فوق هاكين واحد مماكين نكيدرب شي الزيورات ولكن انا نطلع عليهم من فوق باش تعانى ندرب الزيورات بماكينة ضروري ضروري انطلع علي هذه البيراميد لفوق موسيقى خدددبا سنذهب لفوق البيراميد من الآخر من دبا من شفنا هالبلايس كلهم اللي كتشوفوا معي هما صغرين بالزرف ولكن شحر زوين الواحد يقدر يشوفها ويتعرف عليها سوف نرى هذا الشيء ومن بعد سوف نرى شيء آخر سوف ندخل داخل هذه البيراميد ونرى 10 دولار كبيرة سوف نرى ما يستهل داخل المنصف سوف نرى البراختي هو السورة التي سوف ندخلها في البلاسة التي سوف نرى داخلها هناك شجر كيفية نايد من الفوق ديال هذه البيراميض كيفية استكشفوا هالشي يعني هالباسة كلها كانت تعامر غير بشجر بالنباتات بكل شيء كانت كل شيء خضر ما كانت معروف بأنك هالحجر هنا ولو 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 ولكن قاموا معه بشوية بشوية حتى استكشفوا بعد هذا الحرب مولان هنا استكشفوا هالشي كامل اللي كتشفوا هنا الأشي كامل اللي كان كله دائرة به غطراب والغابات ها الخوت كما تشوفوا معايا هالصحة اللي كتشوفة انفاس كاملة فيها الكراسة هنا المسفر جين فين كالسو وغالبا كينجا والمالك الغاستي يقص لفوقت بماكنة وهناك يكونوا يلعبوا الكرة ديال اليمات ديال مايا كانت واحدة كرة عجيبة صراحة كانوا يضربوهم غير باركابة ديالهم ما عارش بطبت كيفاش كانت ولكن كانوا يلعبوها هنا وكان الفرقة اللي كتخسر كدحو بيوم يعني إذا خسرتك سيقدي ديال بصح الفرقة اللي كتخسر سيضحو بهم ويقتلوهم في نفس البلازة كانت لعبة ولكن في الوقت اللعبة بغيرهم خطيرة بزاف اشتركوا في القناة